الموقف العربي الرسمي كله ندالة كله طبور خامس بأمثال إبراهيم عيسى على قناة أو على قناة القرارة والناس أو قناة العربية نفسها بالأكاذيب بقى اللي بتتكلم عن الحق الفلسطيني والجو ده وده لخاصه كاريكاتير بسيط أوي عن المقاومة والعرب آهو استمر في التهريج ودعي الأفعال لنا المقاومة هي السبب في تدمير غزة بس عشان تعرف أن الاستبداد مفسدة لكل شيء مفسدة للدين والقيم والإنسانية والحكم والسياسة لا سياسيين نفعين ولا مشايخ شفعين احنا وصلنا للقاع في كل شيء وصلنا لمرحلة البكابورت في العالم العربي مرحلة وزراء بيطلعوا يدعموا فنان مت دايقين منه ومرحلة فيها أكبر رئيس أو رئيس أكبر دولة عربية يطلع يقول للناس عيشوا حياتكم ما تقلقوش شوفوا شغلك وشوفوا حالكم وعيشوا حياتكم وإن شاء الله احنا بنبزل جهد كبير جدا عشان نخفف ونهدق من حالة يعني الاقتتالة اللي موجودة في القطاع وبنبزل جهد عشان المساعدات الإنسانية ونعيش حياتنا بقى نبتدي نتابع الدور المصري والدور الإنجليزي وباقي نقطة والنهاية هيبقى بين الأهل والزمالك ويطلع كامل وزير برضو رجل دولة وزير يعيش حياته لدرجة أنه هو بدل ما يطلع يتكلم عن قضية مهمة كبيرة يطلع يقول للأحمد موسى وشك حلو علي الزمالك كسب وزعلان منه انه عطلوا عن الماتش وبيقول له ما تقلقش اسمع كده وانا باشكر حضرتك لازم اقدم تهنية لسيادتك على فوز الزمالك والله انت عملت فيها حاجة مش كويسة جدا النهاردة ان حضرتك النشنت بس كان وشك حلو اول ما دخلت الجهة في الجون التعادل مش كده وانا توقعت ان حضرتك لما تتكلم معايا لانا دايما وشك حلو علي الحمد لله انا توقعت ان الزمالك هيكسب برغم ان حضرتك عايز سعطلني واشوفش الماتش لا ولا مش قصلي والله لكن زي ما حيك طبعا مرة تانية مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك زمالك يعود ان شاء الله بإذن الله يعود انا قلت لحدك كلام ده قبل كده قلت للأستاذ عمر قديم نعم قلت الزمالك هيعود الزمالك مش هيتستمر كده نعيش بقى نعيش ونأكل أرئيش ونبقى ندور على الكورة واحمد فتوح عمل مشكلة واعرضوا للبيع نعيش بقى ونقول برامد صلع وكده الزمالك هيقابل الأهلي نعيش ويعجبنا معتدم اعتمد جمال مدرب الزمالك في خطته الروعة نتكلم على بطولة لعيفة الزمالك اللي قدروا يقلبوا كل مرة يتخسروا جوني يتعدلوا يتخسروا جوني يتعدلوا لحد ما فازوا بضربات الجزاء نعيش بقى نرجع لحياتنا الطبيعية بسهل مشكلة أن حياتنا الطبيعية مش حلوة يعني حياتنا الطبيعية أحلى حاجة فيها الكورة فقط لغير لفن شافع ولا اقتصاد نافع ولا أي حاجة